يسلموا إيديكي صحة وهنا شكراً صحة وهنا شو هدفك؟ عم أحكي عن الأرض اللي أخذت اليوم شو علاقتك بالموضوع؟ بظن أنك بتعرف منيح شو علاقتي بالموضوع إذا بدك تضل تحكي بالألغاز فأنت حر؟ بس ما لي فهمان شي من اللي عم تقول طيب خليني يشرح لك أنا كنت بدي أشتري هديك الأرض وكانت مهمة لقلي اتفقنا مع الزلمة وكنا ناويين الروحة الطابق بس ما بعرف شو اللي صار وطلعت أنت فجأة مو فجأة إلي شهور عم خطت لي أشتري هاي الأرض يعني الشغلة مالا موجهة ضدك متل ما مفكر بعدين أنا رجل الأعمال إذا كنت حابب أني أعمل شغل ببزل جهدي مشانا وليك وقتا ما بيهمني مين واقف بطريق يعني أصدك بتقول إنه لصة قصة تشغله بس وبدك مني يصدق هالشي ما هي؟ إذا بتصدق أو لا الأمر بيرجعلك بس هدا هو الوضع إذا في شي بدك ياه عن جد فلازم تقاتل مشانا إنت لساتك لهلأ عم تحكي عن الأرض مو؟ ولا لا تكون عم تقصد حياتي وعائلتي؟ صرت إفهمك وأعرفك منيح وبعرف أي نوع من الناس أنت قل لي من أي نوع؟ أناني شخص مغرور وقاسي وما بيفكر غير بحاله وبس بدك كل شي يكون ملكك ومستعد على طول تطرد الناس اللي يوسكو فيك وصدقوك بليلة واحدة لأنك ما بتهتم ولا شوية صغيرة بالمشاعر اللي عم يعيشها غيرها ولا قدية رح يتقلم أنت شخص بتستغل الناس لنيتهم طيبا وبتجبرهم يعملوا لي بالدك ياه واحد بلا ضمير وأحساس وفوقها بكله واحد لقيم لأبعد حد تعرف لما وصفتني هيك حتى أنا كرهت حالي؟ ستي بتقول الحقيقة ما إلا وش واحد وبس وهذا الشي ما بيعرفوا غير اللي عم يدور عليها طبيعي كتير توعد أدامي وتطلع علي من الزاوية اللي حابب تشوفني فيها لأنه هيك شخصيتك استعد تعمل أي شيء حتى توصل لهدفك ما بتهمك العدالة وما بتشوف غير اللي انت بداك ياه بتقنع حالك إنك طيب وبتحب تساعد الناس بس بالحقيقة انت بترسم اللعبة وبإيدك بتوزع الوراق ولما يطلع قدامك واحد مثلي بتدور عن إقاط الضعف طبعه لحتى تضربه فيها مستحيل أعمل هيك شيء عم تحكم علي هيك لأنه ما صار اللي بدك ياه متل ما بتعمل عطول ما بدي أقعد قدامك هلا ودافع عن حالي لأنه ما بدي تعب حالي عالفاضي بس بدي أقل لك شغلة وحدة خليك بعيد عني وعن عائلتي وعاك تقرب علينا أبدا أحكم نفسك بس بدي أبدا عزرا تعالي يا بنتي هلا بتبرد أهوتي جاي ولكني جيت خالي سكر شوفي بنتي خير ليش هيك متوترة صاير شي معهم بره لا ما فيش شي شو بدا يكون صاير يعني ما بعرف حسيتهم كانوا متوترين عالصفة شو هل حكي ليش لا يتوتروا مرت عمي جينك بيحب السيد بارشو بيحترموا أكيد يكونوا عم بيحكوا عن الشغل شكرا